قضى عشرون شخصا واصيب نحو ثلاثين اخرين في حادث تعرضت له حافلة ركاب كانت متجهة الى مدينة مكة افق الاعلام الرسمي السعودي الذي اشار الان الحافلة اشتعلت فيها النيران اثر اصطدامها باحد الجسور ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية ويأتي الحادث في الاسبوع الاول من شهر رمضان قبل اشهر قليلة من بدء موسم الحج واشارت القناة الاخبارية السعودية الى ان الحادث وقع بسبب تعطل مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها باحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها ويعد النقل الى المواقع المقدسة في السعودية سواء لأداء مناسك العمرة والحج مهمة شاقة واحيانا محفوفة بالمخاطر اذ غالبا ما تسببت الحافلات باختناقات مرورية ترجمة نانسي قنقر